جامس دي يوسف ميليلان جزائر الآن على غير العادة تعطي أهمية الآن للسوق الأفريقية بعد ما كانت فقط تتكل على السوق الأوروبي هل راح يخففنا الآن من الضغط الأوروبي سيد ميلي الحمد لله أنه نقتنعنا آخرا رغم أنها قريبة لكنها كانت بعيدة الحمد لله أنه نقتنعنا آخرا أنه بعدMenopore افريقي أكثر من بعد أوروبي أو بعد متوسطي المستقبل التعالجزائر اليوم راح مستقبل في إفريقيا تجارة المقايدة سيد يوسف تجارة المقايرة أو ليس فقط تجارة نحن لازم يكون عندنا بوعد النظر نعم نتمنى اليوم من دولة ومن الحكومة الجزائرية أن تفكروا أن نقسوا عاصمة اقتصادية في الجنوب هذه العاصمة الاقتصادية هو الحاجة كعاصمة متقدمة على العاصمة السياسية وثاني شيء هذا العاصمة تكون هي رمز للتنمية ورمز للسلام اليوم الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية ستصرف في أموال ضخمة في السحل أنت كان مستثمر سيد يوسف ميلي فقط نترك مع مستثمر وشنو هي الولاي اللي تشوفها الآن عاصمة اقتصادية الجنوب والله أنا شخصيا أعتقد أنه تكون بين طمر راست وجنة نعم يعني هذا هو اللي نشوف فيها ونشوف نتمنى ونأسو فيها مدينة مدينة كبيرة مدينة جديدة مدينة استثمار لأنه في الصحراء اليوم عندنا استثمار كبير في الجنب الفلاحي والجنب الفلاحي يأتي بعد وجنب التحويلي يعني لأنه بعد الفلاحي جاءت الصناعة التحويلية يعني هذا هو النقطة القوة نحن نتمنى اليوم أنه من الحكومة أنه يفكروا في جزائر بعد عشر سنوات أو بعد خمسة سنوات نفكروا في عاصمة اقتصادية للجنوب وهذا العاصمة هي تعتبر عاصمة لإفريقيا كامل يعني ليس عاصمة فقط للجزائر بالعاصمة اقتصادية لإفريقيا ورانا اليوم نجوم اليوم جزائر نلاحظ مثلا العمال الأفارقة اللي راهم موجودين في الجزائر اليوم راهم يخدموا بطريقة منظمة وبطريقة ما سمعناش عليهم مشاكل يعني بالشكل الآخر وبالعكس راهم ناس وعليش منستغلوش هذه القضية أنه تكون عندنا في جنوب عاصمة هذا العاصمة تحتوي اليد العاملة هذه وهذا العاصمة تكون كما نقوله احنا هي الرمز أو هي كما نقوله رمز إفريقيا الجديدة إفريقيا التي تخرج من الفقر إلى التنمية نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر